وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام في برنامجكم برنامج فتاوى ونحن نعيش في هذه الأيام أيام شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم بنفحاته وروحانيته والفضاء التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن صام في هذا الشهر فهنيئا لمن صام في هذا الشهر المبارك بأن مسك عن لسانه عن الغيبة والنميمة وهنيئا لمن صام عن أذية المسلمين وهنيئا لمن كان في هذا الشهر المبارك من الصائمين القائمين والذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا برنامج فتاوى على شاشة قناة عدن الفضائية هذا البرنامج الذي يستضيف نخبة من علماء اليمن ليجيبوا عن أسئلتكم واستفساراتكم وباسمكم مشاهدين الكرام دعونا نرحب في بداية هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ حسين عمر بن شعيب فأهلا وسهلا بكم فضلتي الشيخ حياك الله أهلا وسهلا بكم ونذكركم كذلك مشاهدين الكرام من أراد الاستفسار ومن أراد أن يتصل أو يتواصل أو يطرح سؤاله على ضيفنا يمكنه التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم أسفل الشاشة أو إرسال رسالة نصية أو رسالة واتساب على الرقم الظاهر أسفل الشاشة وبإذن الله نحاول أن نطرح سؤالكم أو استفساركم على ضيفنا ليتمكن من الإجابة عليه فنجد الترحيم مرة أخرى بضيفنا الشيخ حسين فأهلا وسهلا بكم حياك الله أهلا وسهلا بكم الشيخ حسين من ضمن الشعائر الديني التي تقام في مثل هذه الأيام هي شعيرة صلاة التراويح لو أردنا أن نوضح للمشاهد فضلها أو منزلتها أو الأداب التي يجب أن يتحلى بها من أراد أن يصلي هذه الصلاة صلاة التراويح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صلاة التراويح هي طبعا من قيام رمضان ويشملها قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسميت صلاة التراويح هي لأنها مأخوذة من الترويحة وذلك أنهم كانوا إذا صلوا أربع ركعات لأنهم كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود فيها فيرتاحون ولهذا سميت بصلاة التراويح وإلا هي من القيام من قيام الليل وقيام الليل أو صلاة التراويح يتحقق وقتها من أول الليل أو وسطه أو آخره وإن كان القيام في الثلثة الأخير من الليل أفضل عند نزول للرب عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلثة الآخر من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر ولا هل من تائب فأتوب عليه الحديث ولكن يجوز تقديمها في أول الليل وقد اعتاد الناس وخصوصا في زمننا هذا أن يصلها بعد صلاة العشاء مباشرة ويعتبره جزء من القيام وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان وغير رمضان عن ثمان ركعات ويوتر بثلاث إحدى عشر ركعة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي ليلة من الليالي خرج يصلي في المسجد فسمع الناس به فصلى بعضهم خلفه في الليلة الثانية خرج فزاد الجمع في الليلة الثالثة لم يخرج عليه الصلاة والسلام فانتظروه فلم يخرج فسألوه فقال إني خشيت أن تفرض عليكم فهو تركه خشية أن يفرض عليهم ولا يطيقونه ولهذا كان الناس يصلون أوزاعا أي متفرقين في المسجد كل واحد يصلي لوحده وستمر الأمر هكذا إلى أن توفي رسول الله ثم في خلافة أبي بكر ثم لما كان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين فجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب لأنه أقرأهم كان للقرآن ومن كتبة الوحي ولهذا صلى بهم عشرين ركعة وسنة العشرين هي سنة الصحابة وسنة خليفة راشد والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسر اختلاف كثير فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين ونحن لسنا مثل الذين يتشددون فيقولون ما في إلا ثمان ركعات لا هذه سنة الصحابة ولهذا إثباتها خير من إسقاطها أو إبداع من يصليها فهي سنة فعلها الصحابة فالأمر فيه واسع في هذا فالأمر فيه واسع وأيضا لا يتصور أن الصحابة يبتدعون في الدين لأنهم كانوا أبر الناس قلوبا وعلموا الناس بسيرة النبي وسنته عليه الصلاة والسلام فهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعمقوا الناس علما وأبرهم قلوبا وآلينهم قلوبا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فلهذا من حافظ على العشرين فبها ونعمة ومن اقتصر على الثمان وأوتر بثلاث فهذه السنة النبي عليه الصلاة طول السنة وإن فعلها في رمضان فهو قد قام والقيام يتعين ولو حتى بركعتين ولهذا الأولى أن المسلمين يعني يجتمعون في المسجد ليأمهم إمام ولا يشترط فيه سورة معينة أو إجزاء معينة إنما الأمر فيه كذلك واسع فيقرأ عليهم ما تيسر من القرآن قل أو كثر بحسب قدرة الناس والسعدادهم للقيام والزمن طبعا تغير اليوم تجد أكثر الناس مرتبطين بأعمال وأشغال فلهذا عليهم الإما أن لا يشقوا على الناس ولا يحرموهم من هذا الخير ولا سيما الشيخ حسين أنا سأتي إن شاء الله إلى تفصيل أكثر في موضوع الصلاة مع انقطاع الكهرباء وضيق الأماكن وربما الزحام الذي قد يحصل من إطالة التصالي راوح في مثل هذه الأيام أستاذا فضلتكم في أخذ بعض التصالات فضل معنا أخونا عصام السلام عليكم الأخي عصام تسمعني السلام عليكم أخونا عصام أظن هناك انقطع الخط لو يتم المعابة التصال أخونا عصام الشيخ حسين قد يتساءل بعض في صلاة التراويح فيقول أن قيام الليل أو صلاة الليل مثنى مثنى ولذلك يجيز أو يعني بعضهم قد يتجوز في قضية أنه يصلي ما شاء له أن يصلي فهل صلاة الليل التي قال فيها النبي السلام صلاة الليل مثنى مثنى غير صلاة التراويح التي هي مقتصرة على 11 ركعة أو ثمان لا صلاة التراويح من صلاة الليل من قيام الليل فيشملها قوله عليه الصلاة سم صلاة الليل مثنى مثنى ولكن أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعات كلها بتسليمة واحدة فلو أنه مثلا صلىها مثنى مثنى وأيضا أو صلىها كلها ثمان بتسليمة واحدة وأوتر بثلاث وكان النبي إذا خشي الفجر أوتر بركعه فكل هذا ثابت في السنة لا أحد ينكر على أحد لكن حتى كما قلنا في مطلع الحلقة هذه أن الإمام لا يشق على الناس لأن هناك من الناس من لا يستطيع أن يقوم أربع ركعات متتالية بتسليمة واحدة أو ستة أو ثمان فيحب أن يرتاح فلهذا الأولى أن يطبق حديث النبي صلاة الليل مثنى مثنى نعم فضلت الشيخ كيف يمكن أن نساهم ونوجه رسالة للآئمة الذين يأمون الناس لا سيمة في صات التراويح في عدم جعل الشيطان مدخل لخلاف ونزاع في أمور وقضايا فقهية يسع فيها الخلاف هنا غالبا الناس يجدون خلافا بسيطا ما بين المأموم وما بين جماعة المسجد أو ما بين المأموم وما بين الإمام في التشنيع في بعض هذه المسائل أنت أطلت وأنت قصرت الصلاة وأنت زيت وأنت فكيف يمكن أن نضبط ولا سيمة نحن في هذه المساقد التي هي الروحانية هي الطمأنينة هي الاستقرار كيف يمكن أن نساهم في توجيه الناس ولا سيمة لأئمة في هذا الجانب نعم هو الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام أما فليخفف ولكن ليس المراد به التخفيف الذي هو يخل بأركان الصلاة ويخل بالطمأنينة فيه كما يفعله بعضهم ينقر كنقر الغراب فلا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده أو أنه مثلا يسرع في قراءة السورة الفاتحة وقراءة السورة بحيث أنه يخل بأحكام التجويد وأحكام التلاوة وقد يخل أيضا ببعض مخارج الحروف وصفاته لا إنما يخفف عليهم فعلى قدر ما يرى هو من الناس الذين يصلون خلفه فيراعي أيضا حالهم فإذا كان فيهم مثلا تقبل أنه يصل بهم جزءا من القرآن كل ليلة بحيث أنه يختم في آخر رمضان فهذا يراعي حالهم إن كانوا لا يقدرون على ذلك فيقرأ عليهم مثلا أقل من جزء إما نصف جزء أو أقل من ذلك بقليل وأكثر الأئمة في هذا الزمن لا يزيد على النصف جزء من القرآن الكريم ولو سار على هذا فهو أفضل لأنه قد يفتن الناس وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد لما أطالع على القوم الذين كانوا يصلي بهم بعد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قوم يصلي بهم ويطيل بهم فقال أفتان أنت يا معاد فلهذا أمره أن يخفف لأن كما قال فإن فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة وكان النبي عليه الصلاة إذا سمع وهو يصلي بالناس لأن النساء كانوا يصلون مع الرجال في المسجد كانوا يصلون خلف الرجال فكان ربما يسمع بكاء الصبي فيخفف في صلاته لما تجده الأم من وجد غلامها عليها من وجد أمه عليه فكان النبي يخفف مراعاة لأمه كونها تنشغل ببكاء ولدها وهي في الصلاة فإذا كان النبي يراعى طفل امرأة فعليه أن يراعى أيضا عموم المصلين وخصوصا إذا كان في المسجد من هو لا يقوى على القيام أو لا يستطيع مثلا أن يصبر على آيات كثيرة يقرأها كالجزو أو ما قارب الجزو من القرآن الكريم وليس شرطا أنه يختم في كل رمضان قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن فيقرأ لهم ما هو أيسر لهم ولحالهم براعي حالهم نعم شيخ دعني نحن جزء من من يرتد مثل هذه المساجد وهذه الصلوات لكن دعني أقول بعض الكلمات وبعض الظاهر التي تقال في مثل هذه الأيام بعضهم يقول الذي ما عجبه يصلي في بيته هذا شهر واحد في السنة فنحن سنصلي فيه كذا كذا من الصلاة من التراويح من الركعات وربما يتكلم على جماعة المسجد بعبارة أنه من لم يستطع أن يصلي معنا صلاة طويلة وقراءة طويلة إلا هو أن يصلي في بيته فهذه تقال من بعض أئمة المساجد أو جماعة المسجد لمن اشتكى من إطارة الصلاة في التراويح أولا لا ينبغي للمسلم خصوصا عندما يكون هو محل قدوة كإمام والناس أتمون خلفه وأتمنوهم في صلاته أن يكون فضا غليظ القلب نعم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك نعم فالأصل أن يكون رفيقا بهم ولينا عليهم وليس من حقه أن يقول لما عجبه يروح يشوف له المسجد الثاني المسجد ما هو بيتك أصلا نعم أنت فقط إمام مؤتمن والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أنت هذه أمانة تتحملها عند الله سبحانه وتعالى فأتمنوك كونك أقرأهم لكتاب الله فتأمهم أما أنك تقول هذا الكلام للمصلين فهذا لا يليق بمسلم أن يفعله وعليه أن يراعي حال الناس والشرع أصلا حتى النبي عليه الصلاة تسمى الزمنا بصور معينة نقرأها في صلاة التراويح أو قيام الليل ولم يلزمنا مثلا أننا في كل شهر من رمضان نختم مصحف أو مصحفين أو أقل من ذلك فالأمر متروك لحال الناس فعليه أن يراعي حال الناس ولا يشق عليهم وبهذا يكسب ود الناس والمسلم الذي يألف ويؤلف خير من الذي يألف ولا يؤلف نعم وأيضا لا يكون فاحشا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي فهذا الفحش والبداء في القول والفضاضة في العبارات والكلام وعباسة الوجه هذا ما يليق بمسلم وخصوصا لما يكون في محل القدوة فعليه أن يتق الله من كان يفعل ذلك أحسن الله عليكم توجيه مثل هذه الرسائل الجميلة نستأذن فضيتكم في أخذ اتصال تفضل حياكم معنا أخونا وحيد سلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته حياك الله أخي وحيد وتفضل بسؤالك عندي كتابة أسئلة تفضل سؤال الأول السؤال الأول حكم الطعن في صائحة البخاري اليوم نسمع كثير من الناس يطعنوا في البخاري وفي كتب السنة فما حكم من يطعن في صائحة البخاري على السؤال الأول طيب السؤال الثاني السؤال الثاني موضوع الآن التي تشرف عندنا العباهلة والأقيال وإحياء لهذا الفكر فأنا أريد يعني توضيح عن هذا الفكر وحكم الاعتناق هذا الفكر طيب السؤال الثالث السؤال الثالث عن أهمية الرقع الشرعية وحادث الناس إليها وحكم أو نصيح يعني للذين يتجاوزون في علاجات الرقع الشرعية في تجاوزة مثلا في بعض الرقع فمعي بوابة التجاوزة هذه وأيضا أهمية الرقع الشرعية تك العافية أخي وحيد شكرا لك أيها المسلم شيخنا أخونا وحيد سأل سؤال عن من يطعنون في صحيح البخاري ومسلم هو بالنسبة للطعن في صحيح البخاري ومسلم ليس بجديد قد تم هذا من قبل بعض أهل البدع ممن كانوا على مذهب المعتزلة والجهمية وغيرهم وكذلك أيضا ظهر في زمننا هذا من يطعن في صحيح البخاري وقد طعن أيضا الشيعة قديما في السنة كلها وليس في البخاري فقط بل في كتب أهل السنة كلها طعنوا فيها وهذا لا يضير البخاري ولا أئمة الحديث كالإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنساء وابن ماجه وأحمد ومالك وغيرهم من الأئمة كالبزار والدار القطني لا يضيرهم شيء وما ضر بحر الفرات إذا كان بعض الكلاب يقعن فيه فما يضره لكن هؤلاء في قلوبهم مرض فهم واحد من ثلاثة إما أن يكون إنسان مبتدع معادي للسنة كالشيعة والمعتزلة فهذا ديدنهم وأمثال هؤلاء إزراءهم أولى بذكر كلامهم أو تلويث السنتنا بذكرهم في مجال السنة وصنف آخر هم من من تأثروا بالهجم على الإسلام في هذا الزمن بالذات على السنة النبوية من قبل أعداء الإسلام من العلمانيين والليبراليين وغيرهم الذين وجدوا بغيتهم في الطعن في صحي البخاري ويضربون بعض النصص بعضها ببعض لكونهم هم أصلا ليسوا من أهل الاختصاص ولا هم بعلماء فيظنون أن بعض الأدلة التي هي ظاهرها التعارض أنها متناقضة ومن المعلوم على أن هناك مبحث في أصول الفقه يسمى أدلة جمع أدلة التعارض كيف أنك توفق بينها هو مبحث عظيم يعرفه أهل الاختصاص في هذا فهم يتصيدون مثل هذه الأشياء فيشككون في صحي البخاري أمثال هؤلاء أيضا نحن لا نتفت إليهم لأنهم هم قوم أصلا هم جندوا أنفسهم في صف أعداء الإسلام فأمثال هؤلاء هم أعداء حقيقيون لا يقلون إجراما عن الأعداء الحقيقيين من اليهود والنصارى الذين أيضا طعنوا في دين الإسلام وفي نبي الإسلام وصنف ثالث جهلة وللأسف الشديد في زمننا هذا ربما يتابعون هذه القنوات الفضائية الكثيرة التي تبث مثل هذه السموم فيعلق أو تعلق هذه الشبهة في عقله أو في قلبه فينشرها ولو أنهم ردوه إلى أهل العلم لكان خيرا لهم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يسنبطونهم منهم فلهذا المسلم عليه كذلك أن لا يشاهد مثل هذه القنوات الفضائية التي تشكك بالسنة وأحين يشككون حتى بالقرآن الكريم وكذلك يشككون بنبي الإسلام فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه ويضيع وقته في مشاهدة مثل هذه القنوات وعليه أن يستغل وقته ويستغل كذلك أيضا عمره وساعات عمره وأيام عمره فيما يفيده وينفعه ويعود عليه بالنفع في الدارين ولهذا تجد أن أهل السنة قديما كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع ومن النظر إلى كتبهم حتى لا تقع الشبهات هذه في من ليس عنده باع في العلم فيتأثر بها فيصبح واحد من اثنين إما مبتدعا أو زنديقا مرتدا ملحدا يخرج من دين الإسلام فلهذا علي من اتقوا الله سبحانه وتعالى أما صعي البخاري فلا يضره ذلك ولله الحمد قديما قد تعن في البخاري وصخر الله سبحانه وتعالى جهابتة أهل العلم فردوا عليهم ردودا علمية رصينة وقوية وهؤلاء هم فقط الذين ظهروا في هذا الزمن يرددون ويدندنون ما قاله أسلافهم من الملاحدة والزنادقة وإلا البخاري هذا الصحيح بالذات صعي البخاري يعتبر مفخرة الأمة الإسلامية ولو لم يكن البخاري لا هذا الكتاب لكفى فإنه جند عمره ووقته في خدمة السنة وتنقيحها وجمع الصحيح وهو لم يجمع كل الصحيح طبعا إنما ما حفظه من كتب السنة جمع ما صح عنده بشرطيه الذي التزم به كما هو معروف شرطه شديد ممكن نتناول شيئا من الإضاع في مساة البخاري لكن بعد ما نأخذ هذا الفاصل حياكم الله أهلا وسهلا أخونا أبو محمد السلام عليكم يا أبو محمد وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله وتفضل بسؤالك الله يحفظك الله يحفظ أن أخذ هذا الصحيح يعني نريد أن توجيه السباب اليمن من ناحية هذه الطوائف الجديدة اللي يتظهر مثل العذاه لكالأخيان المزيد المكتبون القومية والجاهلية الأولى يعني ولم يستخدمون بالإسلام والمسلمين يعني فنريد أن السيح السليمة السوتيهية وأن نحذر من هؤلاء وما هي هذه الطائفة الجديدة حتى أنهم الآن يعني يظهرون أنهم يبعنون في نفس الصحابة والله إذا يبعنون في نفس الصحابة حتى لما نبقل واضح السؤال أبو محمد هناك سؤال آخر لا شكرا جزايا أبو محمد شيخ نحن كنا تكلمنا قبل الاتصال في صائح البخاري نحن لو أردنا أن نوضح للمشاهد كيف البخاري جمع كتابة وجمع الصحيح في هذا الكتاب وما هي الطريقة التي مشى عليها وهل كل ما يعني ما قيل عنه قديما وحديثا هل ضر البخاري في ذلك شيء البخاري كما قلت آنفا لم يضره ذلك ولن يضره أصلا فالحمد لله أهل العلم الأثبات الذين نثقوا في علمهم قديما وحديثا أثنوا على البخاري والأمة كلها تثني عليه وهذه كلها هي عبارة عن ترتشات في بحر واسع لا يضره يعني حتى لو ألقي النجاس على بحر هل ينجس البحر فأمثال هؤلاء هم أصلا كمن ينفخ في رماد أو ينفخ في واد فلا يضر البخاري ولا غير البخاري ذلك والحمد لله البخاري ما زاد إلا رفعة والحقيقة أنه ما من إنسان الله سبحانه هل سلم الأنبياء من الأعداء هل هناك من هم أتقى وأفضل وأعلم وأخشع لله وأتقى لله من الأنبياء هل سلم من الأعداء لا ولهذا قال تعالى وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِينَ عَدُوَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ فَكَيْفَ بِالْعُلَمَاءِ ولهذا شيء طبيعي يعني أن يوجد هناك من أهل البداع ومن أهل الأهواء ومن زنادق والملاحدة من يطعن حتى في القرآن فضلا عن السنة فهؤلاء وجدوا بغيتهم في مثل هذه الأشياء وللأسف الشديد هناك من يصغي إليهم ويستمع إليهم ولو أن هؤلاء الذين يصغون إلى أمثال هؤلاء لو أنهم شغلوا وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع لكان خيرا لهم وأقوم وأشد التثبيث أخونا وحيد أيضا وأبو محمد ربما سألوا سؤالا في مجمله أنه كيف يمكن أن ننصح للشباب لا سيما في بلاد الحبيبة في التفقه في العلم والتحصن بالعلم لرد كثير من الشبهات التي قد تواجههم الآن وهي للأسف أنها بدأت تنتشر في بعض مواقع التواصل شبهات كثيرة ربما بعض الطواف وبعض الفرق فكيف يمكن أن نوجه الشاب للتحصن ضد هذه الفرق والطواف هو الأصل أن المسلم من حيث الإطلاق يلتزم بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الأصل هو اتقاء الشبهات لأن أخطر ما يضل الإنسان شيئان الشهوات والشبهات وقد يجتمع أحيانا الشهوات والشبهات عند الإنسان فترديه المهالك ولهذا هذه الشبهات على المسلم أن يتقيها ويجعل بينها وبين هذه الشبهة حاجزا ولو أنه مثلا سمع بهذه الشبهة وتأثر بها فعليه أن يرجع إلى أهل العلم يسألهم فإن أهل العلم الأثبات الذين نثقوا في علمهم وكذلك هم معروفون بالورع والتقوى هم الذين يفندون هذه الشبهات لذلك كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الآية هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات حديث عائشة رضي الله عنه في صعب مسلم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم بتغاء الفتنة بتغاء تأويل قال عليه الصلاة والسلام فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أولئك الذين يتبعون الشبهات فلهذا الشبهة على الإنسان المسلم أن لا يتبعها لأنه يزيغ غلبه قلبه يزيغ فالواجب عليه أن لا ينصط إلى صاحب الشبهة ولا يستمع إليه ولا كذلك يقرأ له فإذا كان السلف كان يحذرون المجالسة أهل البدع حتى لا تنكت في عقل المسلم أو في قلبه شبه من شبهات فيتأثر بها فكيف وأمثال هؤلاء الذين يثيرون الشبهات ليس على السنة فقط بل حتى يثيرونه على رسول الله ويثيرونه على القرآن الكريم فهم أولى أن يتقي الإنسان شبهاتهم ولهذا الواجب على المسلم أن يلتزم باتباع الدليل من الكتاب والسنة وإذا علم شيئا حمد الله سبحانه وتعالى وإذا لم يعلم يقول الله أعلم ويسلم تسليما لأن الله أثنى على أصحاب رسول الله بقوله ويسلم تسليما فالتسليم لله ولرسوله هذا هو يعتبر من كمال الإيمان فإن المؤمن الكامل الإيمان إن علم شيئا حمد الله سبحانه وتعالى لأنه ازداد علما وإن جهل وكل أمره إلى الله أو سأل من هو أعلم منه أو سلم تسليما فالأصر أن يسلم تسليما وهناك قضايا كثيرة من الغيبيات نحن آمنا بها ولم نعرف تفاصيلها ولا كذلك أيضا أمور المتعلقة بالغيب آمنا بالغيب وسلمنا لله تسليما هذا هو مقتضى الإيمان الإيمان بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر وبالقدر خيري وشر أركان الإيمان هذا من مقتضاه التسليم لله سبحانه وتعالى وجعل العقل خاضعا للنقل وليس العقل هو الحكم على النقل بل نقل هو الذي يحكم العقل فالعقل خاضع للدليل الشرعي من الكتاب والسنة طيب أحسن الله عليكم أستاذ أنك في أخذ باقتصال حياكم الله معنا أخونا نايل السلام عليكم وعليكم السلام وعلى الله وبركاته حياكم الله أخي نايل وتفضل بسؤالك حياكم الله أهلا وسهلا ونشكركم على هذا البرنامج اللي أطيق مفيد ونشكر شيخان مبارك حياكم الله على هذا البرنامج وهذه الحلقة المفيدة إن شاء الله عندي سؤال لفرد الشيخ السؤال بالنسبة للمفترات القيام المفترات القيام منها الأكل والشرب والجماعة السؤال يقول المفترات الآن هل هي بدرجة واحدة من حيث أنه لو عملها الواحد نسيانا أو جهلا هل تتساوي درجات المفترات كلها وعني تحديدا الجماعة مثلا هل حكمها مثل حكم الأكل والشرب ناسيا وهكذا السؤال الثاني ما هو الضابط بالنسبة للمفترات يعني في رفال يقول فقهاء في حكم المفتر يعني ليس في أكل الطعام والشراب مثلا هو في حكم الطعام والشراب كل إبن المغذية أو فيما معناها يعني أيش هو الضابط بهذه المسألة طيب واضح أخي ناعل فيه سؤال آخر شكرا شكرا لك أخي ناعل وأيضا استسمحكم شيخنا في فاصل قصير حياكم الله أعزائي المشاهدين نذهب نحن وإياكم إلى فاصل ثم نرجع لنجيب الشيخ على أسئلتكم واستفساراتكم فابقوا معنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسعد الله وابقاتكم مشاهدين الكرام وعدنا لكم بعد هذا الفاصل ونذكركم من أراد أن يرسل سؤاله وأحب أن يجيب عليه ضيفنا في هذه الحلقة أرقام الهواتف ورقم الواتساب يظهر لكم أسفل الشاشة ونجدد الترحيب بكم أيضا مشاهدين الكرام مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ حسين عمر بن شعيف فأهلا وسهلا بكم مجدد عياكم الله شيخ حسين كنا تكلمنا قبل الفاصل عن كيف يمكن للشاب أن يدرى بنفسه عن هذه الشبهات هنا ربما يتساءل بعض فيقول وجود المذاهب الفقهية الآن وجود بعض الاختلافات الموجودة بين العلماء كيف يمكن لهذا الإنسان البسيط أن يأخذ دينه في ظل هذه الاختلافات الموجودة أو الآراء الفقهية أن صح التعبير أولا المدارس الفقهية أو المذاهب الفقهية هذه ولله الحمد هي تعتبر مدارس اجتهادية لإيصال الدين بالذات ما يتعلق بالعبادات والمعاملات للمسلمين والعلماء طبعا هم اجتهدوا كالإمام أبي حنيفة ومالك والإمام الشافع والإمام أحمد الحنبل وغيرهم أيضا حتى لأنه كان هناك مذاهب كثيرة هناك مذهب حتى للإمام الثوري ومذهب للظاهري ولكن هذه المذاهب بعضها انتهت وبعضها أيضا تقلصت مثل المذهب الظاهري لا يوجد إلا أفراد لا زالوا يتمذهبون بالمذهب الظاهري ولا أكثر الناس الآن في المذاهب الأربعة هذه المذاهب الأربعة لا تعارض فيها وحتى الخلافة التي حصرت بينها هي خلافة اجتهادية لا تؤثر والإنسان إذا تمذهب بمذهب أهل بلده وهو من العوام فذلك أحسن وإذا كان هو مثلا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالعلم وصار عنده حظ من العلم أو طالب علم مجتهد فيعمل بما صح الدليل عنده وكذلك لا يمنع أن يأخذ بمذهب أهل بلده أو يتمذهب بأي مذهب فإن هذا لا يناقض اتباع الكتاب السنة والأولى مراعاة أقوال المذاهب لكن إذا صح الدليل عنده وإن كان يخالف قول إمام مذهبه فعليه أن يتبع الدليل فالإمام الشافعي له نقولات كثيرة في هذا الجانب وهو أكثر الأئمة حرصا على متابعة الدليل حيث قال وكان يدند دائما ويكثر من هذه المقالة إذا صح الحديث فهو مذهبي وأخذ عنه كذلك الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الذين جاءوا بعد الشافعي فصارت هذه المقالة هي مقالتهم إذا صح الحديث فهو مذهبي ولكن إذا الإنسان في مسألة تمذهب على رأي الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبو حنيفة فلا يضر ذلك وإن صح الدليل عنده يأخذ بالدليل وللإمام شيخ رسامي لتيمية كتاب يعني هو يعتبر ضمن مجموع الفتاوى لكنه أفرد فيه مؤلف الخاص حتى طبع لحاله رفع الملامة عن الأئمة الأعلامة رفع الملامة عن الأئمة الأعلام فبين كيف أننا نرفع اللوم عن الأئمة فيما اختلفوا فيه ولهذا نقول نحن بأن هذا الاختلاف لا يضر إلا إذا أدى إلى تعصب إذا أدى إلى التعصب فالتعصب مذموم فالإنسان لا يتعصب لرأيه أو مذهبه به يعادي وبه والي لا إنما هذه مدارس فقهية لتقريب الفقه للناس حتى يعرفوا ما ألزمهم الله به وأوجب عليهم من العبادات والمعاملات من غير التعصب ومن غير أيضا الزراء لآراء الآخرين فرأيك قد يكون صوابا ورأي غيرك قد يكون خطأا والعكس وقد يكون رأيك خطأ ورأي غيرك صواب نعم أستاذين فضيلتكم في أخت اتصال تفضل معنا الأخ صالح السلام عليكم أخونا صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل بسؤالك سلامك الله فضيلة الشيخ بالنسبة لأنا في صنعاء في حي من أحياء صنعاء والمساجد لا تلتزم بأذان واحد في المغرب وأيضا إذا نظرت إلى توقيت الأمة القرى توقيت حسب ذروب الشمس يوجد فرق فهل ألتزم بأذان المساجد والإفطار عليه أم ألتزم بتوقيت أمة القرى وأفضر عليه علما بأن أمة القرى يقينا تكون الشمس قد غابت والمؤذنون عندكم يؤذنون قبل التقويم ولا بعد لا بعد التقويم بعد ساعات عشر دقائق وأيضا كمان لا يتزقون في توقيت واحد هذا يؤذن وهذا بعد يؤذنه بفترة يعني بسيطة ربع دقيقة نصد دقيقة يعني مثل هذا طيب فهل ألتزم بتوقيت أمة القرى وهو يقينا بأنه بعد غروب الشمس أو ألتزم بأذان المنطقة التي أنا فيها وأفضر عليه طيب ديك سؤال آخر أخي صالح شكرا جزيلا لكم طيب ديك العافية شيخنا أخونا نايل سأل بالنسبة للمفطرات للصايم من أكل وشرب وجماع هل كلها بدرجة واحدة وكان يقول في سؤاله وبالذات الجماع لا طبعا ليس بدرجة واحدة مثلا من جاء معا فيلزمه طبعا التوبة وقضاء ذلك اليوم وأيضا يصوم عطق رقبا فإن لم يجد فصيام شهر المتابعين فإن لم يصع فإطعام ستين مسكينا هذه كفارة مغلضة لكن من أكل وشرب متعمدا ليس عليه كفارة يلزمه الطوبة وقضاء ذلك اليوم الذي أفطره وأن لا يعود إلى مثل هذه الفعل مرة أخرى فهي ليست على مرتبة ولا درجة واحدة ونحن قد بينا أيضا مسألة الجماع إذا الإنسان جامع متعمدا وليس جاهن ولا ناسيا فيلزمه الكفارة المغلضة والتوبة من هذا الفعل وقضاء ذلك اليوم وعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى فلا يقع في مثل هذه الفعل مرة أخرى شيخنا في نفس السؤال لو أن صائما أكل وشرب وجامع هل لكل حكم الأحكام له كل فعل من هذا الأفعال حكم معين لا هو مثلا الجماع مفطر والأكل والشرب مفطر فإذا هو فعل مفطر من المفطرات فينظر إلى المفطر الذي فعله فإن كان جامع مع الأكل والشرب فيلزمه طبعا هو قضاء ذلك اليوم مع التوبة وأيضا كفار المغلض لأنه جامع فإن لم يجامع ما عليه إلا التوبة هو قضاء ذلك اليوم بنفس السؤال شيخنا لو وكررها أكثر من مرة في اليوم الواحد هل عليه قضاء وكفارة واحدة؟ لا كفارة واحدة نعم جماع كفارة واحدة طيب هو أيضا سأل سؤال آخر يقول ما هو الضابط بالنسبة لما هي في حكم المفطرات مثل الإبرة المغذية وغير ذلك نعم هو بالنسبة للإبرة التي شرجية هذه لا تفطر لكن الذي يسمى المغذي وفي عدن يسمه الدريب نعم هذا لأنه يقوم مقام الطعام الشراب مقام الغذاء يعني تغذى به الجسم فهذا مفطر أو إذا كان تحميله سواء كان من القبل كفرج المرأة أو من الدبر فهذا أيضا مفطر تمام ولكن قطرة العين قطرة العين هذه وإن حتى شعر بحرارتها أو طعمها في حلقه لا تفطر لأنه ليس منفذ من المنافذ التي بها يفطر الإنسان وكذلك قطرة الأذن بعكس مثلا ما يكون من الأنف يتسرب فيه إلى الحلق هذا مفطر أو من الفم يتسرب فيه إلى الحلق هذا مفطر فهو يختلف باختلاف النوع الذي هو يستخدمه فمنه ما يفطر ومنه ما لا يفطر لكن الإبر المغذي الذي يقوم مقام الغذاء والطعام الشراب هذا مفطر طب شيخ قد يتساءل بعض يقول مثلا عاف الله الجميع وحفظ الله شبابنا من هذه الآفة آفة التدخين أو السجارة يقول لك هي ليست بأكل ولا بشرب فهل يجوز لي أنا أن أدخن في نهار رمضان لا إذا دخن سواء دخانا أو تناول المضغة الشمة أو شرب الشيشة أو المداعة كما يسمى في اليمن هذا كله مفطر وقد أفت العلماء بذلك لماذا؟ لأنه أصلا يعني شهوة مثل الشهوة وهو شهوة لأنه كما يسموه خرمة فالخرمة هي نوع من الشهوة نعم والأصل أن الإنسان عندما يصوم لا يصوم عن الطعام والشراب فقط ويظن متنع عن الشهوات هذا من الشهوات فلو أنه فعلها أفطر لأنه تناول الشهوات نعم فهي من الشهوات المنهي عنها نعم أخونا صالحة سأل عن اختلاف الأذان من مسجد لآخر من مسجد لآخر وأيضا المساقد نفسها تؤذن قبل أو بعد أذان أم القرى هل السؤال هذا في اليمن هو كأنه يقول أنه من صنعة أولا تقويم أم القرى خاص بمدن المملكة العربية السعودية فلهذا لا ينبغي لمسلم خارج المملكة العربية السعودية أن يعتمد هذا التقويم لأن هذا التقويم يخص هذه البلدان ومن المعروف على أن البلدان والمدن حتى نفسها تتفاوت من حيث طلوع الشمس وغروب الشمس فيها حسب خطوط الطول والعرض للأرض فإذا كان هو في بلده فعليه أن يعتمد أذان المسجد الذي هو واقع في حيه أو قريب من بيته مسجده الذي يصلي فيه وعلى المؤذنين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فلا يقدموا الأذان في وقته أو يؤخروه وأنا الذي أعرف أعرف عن أهل صنعاء لأنهم هم شيعة زيدية والشيعة بشكل عام لا يؤذنون بعد الغروب مباشرة إنما يؤخرون وهذه ربما بعض المساجد موجودة في صنعاء أنا الذي أعرف أكثر مساجد صنعاء كانوا هكذا يعني هم يؤخرون يعني بعد الغروب يمكن بدقيقتين أربع أحيانا إلى خمس دقائق يؤذنون لأنهم عندهم أنه لا يصح الإفطار إلا إذا أظلم الليل ويسرون بقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا مع أن الليل هو يدخل بغروب الشمس فإذا غربت الشمس دخل الليل والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الأذان بغروب الشمس والإفطار بغروب الشمس والإنسان مسلم يعجل أيضا في فطره لا تزال هذه الأمة على خير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور كما جاء في الحديث فإذا كان هو يرى في المساجد صنعاء يعني يتفاوتون في الأذان فعليه أن يتبع مسجد الذي هو يصلي فيه أو واقع في حيه أو قريب إلى سكنه وليس عليه إثم ولو أننا فرضنا أن المؤذن هو الذي يقدم أو يؤخر الوقت الإثم عليه لأنه كما جاء في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فهم أتمنوا على المؤذن أن يتقوا الله سبحانه وتعالى خصوصا في أذان الفجر وأذان المغرب خصوصا في هذين الأذانين حتى لا يفسدوا على الناس الصيامهم إلا هم يتحملون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة طب فضيلة الشيخ أظن أن هناك في توحيد لكثير من المناطق من التوقيم الأذان الصادر من وزاة الأوقاف وتم تعميمه على كثير من المساجد لو هذا التقويم أصبح لديه هل يحق له أن يفطر على التقويم الذي لديه التقويم اليمن هذا الشيق الأول الشيق الثاني لو تم الإفطار على الأذان الذي يرفع من خلال الشاشات مثلا لأهل صنعاء عبر شاشة قناة اليمن أو أهل عدن عبر شاشة قناة عدن هل يحق لهم أن يفطروا على سماع الأذان من الشاشة وإذا كان طبعا التلفزيون ينقل الأذان في وقته نعم يعتمد يعني لأنه خلاص دخل الوقت لكن هذا يعود إلى التلفزيون نفسه يعني القائمين عليه عليهم أن يتحروا أيضا هم مثل المؤذن مؤتمنون ولا يتحملون إثم من أفطر بعد ذلك عند الله سبحانه وتعالى أما اعتماد التقويم التقويم هذه طبعا هي تعتبر مقرة في كثير من البلدان لأنه من حيث الدراسة الفلكية ثابت فيها الأوقات حتى أوقات دخول الزوال وأيضا الغروب وطلوع الشمس ووقت الزوال متى يكون هذا كله فلكيا درسا وهو معتمد لكن لا ينبغي عليه هو أنه ينظر إلى التقويم مثلا يؤذن الساعة مثلا خمسة وخمسة واربعين تمام وعلى طول يفطروا ما سمع الأدان لا لا يشهد عن الجماعة فعليه كما قلنا يعتمد أدان المسجد الذي يصلي فيه أو القريب إلى حيه أو داره هذا الذي يعتمده تكلم عافية شيخنا وشكر لك على تفضلت على الإجابة عن أسرة المشاهدين الله يسلم جزاكم الله خير حياكم الله ما زلنا مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في حلقات قادمة من برنامجكم فتاوى هذا البرنامج الذي يأتيكم ليجيب عما أشكل علينا وعليكم من أسئلة واستفسارات تنفع المسلم في دينه ودنياه ألتقيكم بحول الله وقوة في حلقة قادمة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته